شبهة بروجل العلمانيين مناشرينها الايامدي وكذلك الشعبيين اتباع الترابي من الحركة اللي بسموها حركة اسلامية وهي لا علاقة لها ابدا بالاسلام الصحيح لا من قريب ولا من بعيد ولا في انبياء برضو المجرمين زي نسعدنان ابراهيم وغير من المجارمة وهي شبهة امامة المرأة امامة المرأة يعني المرأة تحكم او تكون قاضي او تكون حاكم او تكون وزير الى اخره وشوشوا على المسلمين بهذا الامر ونشروا شبهات اوها من بيت العنكبوت كما يقال فنحن نرد في هذه المقاطع على شاء الله جميع شبهات اعداء الدين من هؤلاء العلمانيين وغيرهم من الزنادق والملاحدة اشتدلوا اول حاجة لجواز ان المرأة تكون حاكم او وزيرة او مسؤولة في الدولة قالوا بقصة بلقيس قالوا بلقيس دي كانت حاكمة فقالوا لشان كده بيجوز اول حاجة بلقيس لمن كانت حاكمة فعلها وحكمة هذا لم يذكر في القرآن ولا في السنة انه كان حكم جائز في شريعة من الشرائع التي نزلت من السماء ليه يقولنا كذا لان بلقيس ما كانت على شريعة نزلت من السماء انما بلقيس كانت كافرة كده الهوتوت قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم كانوا كفار يعبدوا الشمش يبقى كيف يكونوا على شريعة نزلت من السماء عشان يقال شرع من قبلنا شرع لنا أو شرع من قبلنا ليس شرع لنا الى آخره هم ما كانوا على شريعة ذاته كانوا على كفر يعبدوا الشمش دي اول مسألة ودين الاسلام قام على مخالفة الكفار جميعا مخالفة اليهود الكافرين والنصارى الكفار وغيرهم من الكفار والمشركين فدي كافية للردع لهم في شبه دي دي اول نقطة ثم لو فرضنا جدلا انها كانت على شريعة سماوية وده طبعا القرآن ذكر خلافة الكلام ده انهم كانوا كفار يعبدوا الشمش لكن لو فرضنا فالصحيح من اقوال علماء الاصول ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا ده الصحيح ثالثا دين دين الاسلام حكم بحرمة ذلك وبمنعه ان المرأة تحكم او تبقى قاضي او وزيرة او غيره ده ممنوع في الاسلام فامامة فامامة المرأة انها تحكم في الاسلام ما تجوز ابدا لما جاء في صحيح البخاري من رواية ابي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام نفعني الله بها يوم الجمل قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لان الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب فاذا كان الناس ولوا علوم امرأة حكمتهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلحوا لن يفلحوا يعني ما حيفوزوا بالمطلوب ولا حينجوا من اي مرهوب ولا حيفوزوا باي مطلوب فده ما في ما في وعيد قالوا اشد من الوعيد ده من الوعيد المترتب على الامور والمصالح اللي بتكون في الدين وفي الدنيا لانه لا حينجحوا في الدنيا لا حينجحوا في الاخرة ولا حينجحوا في دين ولا حينجحوا في دنيا ولا مصالحهم هتنجح اصلا ولاحظيني النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم فجاءت قوم نكرة في صياغ النفي بلن والنكر في صياغ النفي تفيد العموم كما هو معروف عن علماء الوصول وعلماء الشرع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أي قوم يعني ما حيفلح زاوله علوم امرأة أي قوم لأنه جاءت في صياغ العموم عشان ما يقول لك يقول لك لا هذا خاص بناس كسرة بس لا ما خاص لأنه العام يحمل على عمومه ولأنه جاءت نكرة في صياغ النفي أفادت أيضا العموم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انحكوا له قصة كسرة قام حذر المسلمين مما فعل أهل فارس وجماعة كسرة قال لهم لن يفلح قوم وله أمره امرأة هذا تحزير للمسلمين فما هيفلحه أبدا طيب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هم طعنوا في الحديثة في الراوي أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالوا لأنه أبي بكرة صحابي الجليل ده قالوا كان قزف المغير بن شعبة وعمر بن الخطاب جلد حد القزف وما قبل شهادته والقصة دي قصة ما صحيحة أبدا لأنه من رواية سيف بن عمر التميمي وأيضا دارة الرواية على محمد بن عمر الواقدي الأسلم وقال عنه عن الواقدي قال عنه الإمام أحمد قال كذاب يقلب الأحاديث وذكر الذهب أنه كان يضع الأحاديث وذكر ابن عدي وهو صاحب الكامل كما نقل الذهب في ميزان الاعتدال عن الواقدي قال كذاب والبلاء منه يعني كل البلاوي والمشاكل والحاجات المتسوسة في القصص والسير أغلب من محمد بن عمر الواقدي أما سيف بن عمر التميمي قال عنه الذهب في الميزان قال هو كالواقدي يعني زيما الواقدي كالزاب ويضع الحديث والبلاء منه لآخره كذلك سيف بن عمر التميمي وأيضا جرحه النساء وجرحه أبو حاتم وجرحه أبو داود كما نقل الذهب في ميزان الاعتدال فإذن الرواية دي كل طرقها بتدور على الرجلين دي والرجلين دي كذابين مجروحين فهي ضعيفة بيكون رواياتها القصة دي ما حصلت لعمر بن الخطاب جلد أبي بكرة ولا أو بكرة قذف اللي هو المغير ابن شعب ولا حصل الكلام دا أبدا بتاتا فضلت رواية أحدا من رواية جات من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب ما أدرك عمر بن الخطاب فالعلماء قالوا أشكد رواية تكون رواية مرسلة والمرسل من أقسام الحديث الضعيف كما هو معروف عند علماء مصطلح الحديث فيبقى ضعيفة ولا يعكر على ذلك قولوا بعضهم إن مراسيل بن المسيب صحيحة لأنه اللي اشترطوا الصحة في مراسيل سعيد بن المسيب قالوا لكن لابد تكون متصلة ورواية بن المسيب عن عمر في هذه القصة قصة أبي بكرة والمغير بن شعبة فقدت الاتصال ما كانت متصلة كما بيّن العلماء الرحم الله من مات وحفظ الله من بقي فما كانت متصلة فتبقى على الضعف فإذن القصة دي ما حصلت وهي ضعيفة بكل رواياتها دي المسألة الأولى المسألة الثانية قالوا يا أخي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قالوا هذا خاص بناس كسرة وسبحان الله هم لو عرفوا قصة الحديث هياعرفوا إن والكلام دعام لأي ناس ولوا أمرهم امرأة القصة شنو أصلا ليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكذا القصة من البداية النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خطابا إلى كسرة ودعاه فيه للإسلام فكسرة أول ما فتح الخطاب شرطوا ومزغوا جدعوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر أن كسرة مزغ خطابه قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه أو كما قال دعا عليه فلما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام دارت على كسرة وقومه الدائرة كيف كسرة لما كان حاكم ولده خطط لقتل أبيه خطط لقتله فلما علم كسرة بأن ابنه خطط لقتله أتى بقارورة من زجاج وجعل فيها سما وكتب على القارورة حق الجماع أو حق الجماع من شرب منه كذا جامع كذا مرة يعني بساعد قال على زيادة الجماع ووضعه في خزانة له فلما فلما قتل فلما قتل الابن أباه وحكم الابن بعد فترة فتح الخزانة لقل الزجاجة ذي الفئة سم من شرب منه كذا جامع كذا مرة من المرات الجماع فشرب هذا السم ما عرفوا سم قالوا زي ما هو مكتوب فشرب السم فمات وكان هذا الابن قبل موته قد قتل جميع إخوته لكي لا يقاسمه الملك فبقى الأب مات والابن مات والإخوة كلهم ماتوا فلم يجدوا إلا ابن واحدة من ذرية هذا الرجل وخافوا أن ينتقل الملك إلى غيرهم ومالقوا إلا ابن يعني حتى ناس كسرة ما ملكوا البد إلا لأنه ممداد ومضطرين فملكوها ويبوران بنت شيرويه ابن كسرة ابن برويز فملكوها فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خبرهم بعدما دع عليهم في المرة الأولى مزق الله ملكه قال ما خبروا كسرة قالوا ملكوا امرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وسبحان الله بعد ذلك وزموا وانتهت المملكة حقتهم بعد ما ملكوا المرأة فده أمر عام لأي إنسان ملك بيت فده الملك البت فحصل لهم هذا الفساد وهذا الإضمحلال فحذر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يملكوا عليهم امرأة فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فده الكلام كان كده والحديث واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كذلك في أذلة كثيرة جدا من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فجنس الرجال مفضل و مقدم على جنس النساء وإن كان من النساء من هي صالحة أصلح من كثير جدا من الرجال كمريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وعائشة رضي الله عنها وخديجة وغيرهم من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابيات الجليلات ومن الصالحات لكن نحن نتكلم عن جنس الرجال أفضل من جنس النساء شاكيد ابن كثير قال في الآية دي الرجال قوامون على النساء قال فالرجل هو قيم المرأة وهو الحاكم عليها وهو سيدها فإذا كان ربنا قال في البيت في شأن الأسرة الصغيرة دي قال الرجل هو حاكم المرأة وقيم المرأة وهو القوام على النساء في البيت فكيف امرأة تكون في الدولة فيها ملايين البيوت تكون قيمة على الرجال كيف يكون ده واحد اثنين كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإبعاد الرجال والنساء من الرجال في أطهر وأفضل وحب بقع الأرض إلى الله المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال حب بقع الأرض إلى الله مساجدها وأبغض بقع الأرض إلى الله أسواقها ففي المسجد حب البقع إلى الله قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ليه بقى آخر صف من صفوف الرجال في المسجد شر الصفوف وأول صف من صفوف النساء شر الصفوف لقرب الصفين الصفة الآخر بتاع الرجال من الصفة الأول بتاع النساء وكذا جعل هذا الصفين شر صفوف لقربهما من بعض فكيف مرة تجي تحكم وتكون حاكمة على الرجال أو تكون قاضي وتكون قاعدة قدام الرجال وتكون قيمة على الرجال بل تكون حاكمة على الرجال لا يمكن أن يكون هذا وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وأيضا قال تعالى وللرجال عليهن ترجة برضو الآيدي مما استدلبها العلماء إن أن مرأة ما ممكن تكون فوق الرجال وتكون حاكم على الرجال أو تكون قاضي على الرجال وغيرها من آيات القرآن الكريم ويكفي تكفي هذه النصوص من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم شفاة أخيرة قالوا إن عمر بن الخطاب وله الشفاء بنت عبد الله إمارة السوق وديشوا باب الفبال علمانين وقال الترابي وقالوا لجماعة ديل من اللي بيسموهم قال عقلانيين ولا عقلة لهم أصلا لأن العاقل بيكون ماسك الدين صح ما بيخالف الدين وينكر الدين وينكر حدود الدين ويقول نحن عقلانيين يلا عقلة لهم لكن زي ما بيسموه نفسهم أنا بقول فهم زادهم من طقوة قالوا قالوا الشفاة ما يسمى الشفاة يسمى الشفاء بنت عبد الله قال عمر بن الخطاب وله إمرة السوق أول حاجة ما حصل ده كذب كذب كما نقل القرطبي في تفسيره الجامعي لحكم القرآن عند تفسير الآية رغم 23 من سورة النحل نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي قال أما ما ينقل أن عمر بن الخطاب وله إمرأة على إمرة السوق قال فكذب دسه المبتدعة في الأحاديث ده كذب ما عنده علاقة الدين ولا حصل عمر بن الخطاب وله مرأ ده عمر كما نكذب على عمر بن الخطاب أشد الناس في أمر الله كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أو بكر وأشدهم في أمر الله عمر يجي ولي مرأة كيف فده كذب ما حصل ونتحدهم يجيبوا لنا إسنات صحيح للقصة دي ما حيلقوا إسنات صحيح لها متصل فده قصة كذب كذب القرطبي نقلا عن القاضي ابن العربي المالكي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى فده ما حصل ولا حيلقوا في تاريخ الإسلام ولا في تاريخ الصحابة ولا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه مرة اتولت الإمارة أو الحكم أو القضاء أو الوزارة أو غيره على الرجال أبدا ما حلقوا أما ما نقلوه عن ابن جريل الطبري ده برضو ضعيف ما صح عن ابن جريل الطبري ومن ضعف ذلك ورده الإمام ابن العربي المالكي ونقله عنه القرطبي في ذلك المحل فقال ده أصلا كذب ما صح عن الطبري أصلا أما ما نقل عن أبي حنيفة إنه قال يجوز إنه المرأة تتولى القضاء فقد رد العلماء قال أو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال الذي جوزوا أبو حنيفة أن تقضي المرأة وتحكم فيما تجوز فيه شهادتها وليس أن تكون قاضية عامة على المسلمين كيف يعني الكلام ده يعني شنو؟ الكلام ده يعني المرأة ممكن تحكم بين اتنين في بيته في كده إذا شهدت الشهد حضرته تقول لي داك إنت غلطان وإنت صح معاك الصح لكن ما معنى كلام أبو حنيفة إنه تكون قاضي على المسلمين عرفته؟ حاجة شهدته حاجة حضرته وذكر نفس المعنى ده ابن حجر في فتح الباري ذكر نفس المعنى ده إنه ده المقصود من كلام أبي حنيفة وذكروا تحت الحديث رغم 7099 من صحيحة البخاري ذكر ابن حجر نفس كلام ابن العرب المالكي في فهم كلام أبي حنيفة وذكروا مرة ثانية ابن حجر في فتح الباري تحت الحديث رغم 4425 من صحيحة البخاري يبقى ده المقصود ما المقصود أنه تبقى قاضي لكن في حاجة حضرة بالنفرين في بيته في كده تقول لي ده غلطان وده صح ده المعنى كلام أبي حنيفة قال القاضي بن العربي وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالنازل ما عندهم حجة وغرضهم من الكلام ده إنه يطلعوا المرأة شان يتفرجوا فيها لأنه العلماء الناس وسخين جدا يطلعوا المرأة يتشارك الرجل في كل حتة ليستمتعوا بها كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله ليستمتعوا بها ويقضوا شهواتهم في المرأة وتكون مشاركة لهم في أي مكان وده من أبطل الباطل وربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك يا أخي في المسجد كما جاء في سنة نبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد صلى النبي عليه الصلاة والسلام فالرجال بعض الرجال طلعوا سريع وبعض النساء طلعوا سريع الراوي قال فاختلت الرجال بالنساء في الطريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال مكانكم عشان النساء يفوتوا وقال للنساء ليس لكن أواصد الطريق إنما لكن حافات الطريق قال الراوي فرأيت المرأة بعدها تسير في حافة الطريق حتى تتعلق ثيابها بحافة الجدار طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم المرأة ربنا سبحانه وتعالى حرم النظر إليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره وحرم نظر النساء للرجال فكيف المرأة يخدوها قاضي واللي يخدوها حاكم واللي يتفرجوا فيها ويصوروها الليل والنهار والإسلام حرم مجرد النظر لها وحرم اختلاطها بالرجال واختلاطها الرجال بالنساء فكيف تجد أقعد في نصر الرجال وتسافر تمشي وين وتمشي وين وكحاكم أو قاضي فهذا حرام ما بجوز ونتحدى أي حد يقدر يجيب لنا دليل على جواز هذه المسألة وتاريخ الإسلام كله ما في مرة حكمت أبدا ورضي عنها المسلمون ورضي عنها السلف والصحابة هذا ما حصل أصلا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصلا